مرحبا يسعد لصباحكم وكل اوقاتكم متابعيني الكرام وصفتنا اليوم كيكة اليوسفي بطريقة كتير كتير سهلة وسريعة وهشة وخفيفة وكمان طعمه وريحته بشهه القلب وبصحكم وتجربوها وهلأ تابعوا معي الفيديو للأخير وانتبعوا على كل المراحل المقدير على الشاشة بتلاقوهم كمان بصندوق الوصف اول مرحلة منحضر المكونات الجافة ومنحتاج لكوبين طحين ومنضيف على طحين ملعتين صغار بكينج بودر ونصف ملعة صغيرة بكربونات الصديوم ورشة ملح ومننخل المكونات الجافة مرة او مرتين وبعدين منحط المكونات الجافة على طرف وهلأ منحط بالخلاط ثلاث حبات يوسفي مقاشرين ومنزوع منهم البزور ومنضيف عليهم حبتين بيض ولازم يكون البيض بدرجة حرارة المطبخ ومنضيف كمان كوب سكر ونصف كوب زيت وبرش يوسفي لك عزيز النكهة وملعة صغيرة خل وملعة صغيرة فانيليا ومنخلط على سرعة وسط ولمدة 3 او 4 دقايق وطبعا كتير مهم تخلطوا كتير منيحة وهيك صار جاهز وبعدين منحط خليط السوائل فوق خليط اللطحين او المكونات الجافة واكيد فيكن تعملوا العكس يعني تحطوا خليط السوائل بطباق وبعدين نضيفوا خليط اللطحين ومنقلب من تحت لفوق حتى يختفي اللطحين تماما طبعا هاي الكيك كتير سهلة وسريعة وما بتاخد معكم وقت ابدا وهيك خليط الكيك صار جاهز عندي بعدين منحط الخليط بصينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة باللطحين وممكن تستخدموا اي قالب متوفر عنكم ومنحط الكمية كلها ومنهز القالب كتير مني حتى نتخلص من الفقاعات الكبيرة وبعدين على الفرن ومنحطه بالفرن المحمى مسبقا على الرف الوساط وعلى درجة حرارة 170 والنار من تحت بس وبياخد وقت بالفرن من 30 ل40 دقيقة وطبعا ممنوع نفتح باب الفرن قبل مرور 30 دقيقة وبعد مرور 30 دقيقة منختبر استيواء الكيك بعود خشبي ولازم يطلع العود ناشف بهذا الشكل وهيك الكيكة صارت جاهزة عندي والريحة بتغري في القلب ومنتركها تبرد شوي وبعدين منتأكد اني الاطراف ملزقانة ومنقلبها على طبق التقديم ومنزينها بشريح اليوسفي وبتتقدمه صحتين وهلأ لحظوا شكله ولحظوا الهشاشة كتبولي بالتعليقات شو بتسموا اليوسفي ببلدكن شايفين الهشاشة ما شاء الله مثل القطن صراحة هالكيكة من أطيب وألز وأسحل الكيكات وهشة وخفيفة وريحتها مو بس بتاخد العقل بتغري في القلب كمان وبنصحكم تجربوها وكالعادة حبيت أتشكركم على تعليقاتكم الحلوبة واخترت تعليقات بشكل عشوائي وحطيتهم على الشاشة واللي بحبي يطلع اسمه بالفيديو القادم يكتب لي بالتعليقات ويكتب لي كمان من وين عب يتابعني وهلأ هيك خلص الفيديو لليوم بتمنى يكون عجبكن ولا تنسوا تبعتولي صور تطبيقاتكم على حساب الانستجرام راح أطلقون حساب الانستجرام بصندوق الوصف ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وبشوفكم فيديو جديد يلا باي باي ترجمة نانسي قنقر